بعد دولرة الأسعار في السوبرماركت اطمأن المواطن أن نسبة الغشل التي يتعرض لها ستتراجع ولا مجال للتلاعب بالأسعار إلا أن المواطن لاحظ الفرق ولكن في شكل عكسي حيث ارتفعت الأسعار بدلاً من انخفاضها جابي غرضين ثلاثة مثلاً عشرين دولار ثلاثين دولار يعني بالسوبرماركت وما كان ما بقى يعني ستفوت ستفكري أنه أثمارا إذا كفوك اللي معك أو لا ما لدينا دولة ولا لدينا مرائبة على الشيء ولا على الأسعار كل دكان بتبيع شكل كل سيداليين بتبيع شكل ما راح يدلغى لبقى هلأ خلص كله تحود والله أنا فيجيب بس غرض واحد وطالع لأي لا وفر بس يمكن دولار عن دكان شوفي لوان طمع بشكل خيالي العالم مع التشبع الجمرك عالي كان قبل واحد بصون دولار يقدر يعبل الشاريو هلأ لا الدولار الجمركي الذي ارتفع من ألف وخمسمائة ليرة إلى ستة وثمانين ألف ليرة وراء هذا الارتفاع وكذلك تكلفة النقل والمحروقات هيدا الشيء هلأ نحن عم نشوف نتيجته لأنه يمكن لما طلع الدولار الجمركي بوقتها ما كانت كل البضاعة الموجودة بالأسواق مسعرة على جديد لكن ما ننسى أنه التسعير بالدولار مش يعني أنه الأسعار بتضلها سابتي لأنه بيضل عندها التقلبات العالمية كل الأسعار ارتفع جراء ارتفاع أولا بارتفاع أسعار العالمية بس كمان هو أكتر شيء هلأ بهالفترة هي ارتفاع الرسوم والضرائب اللي بلش تأثر التسعير بالدولار كشفت تجاوزات لدى بعض السوبرماركات حتى الأصناف المعفية من التفاقات ارتفع سعرها وسجلت جميع الأصناف ارتفاعا بين 3 و 5% من بداية العام كل التجار كتير عندهم هدف أنه يبيعوا وبالتالي ما أحد نقوله مصلحة أنه يرفع أسعاره أكتر من كلفتها لأنه بالآخر المواطن صار كمان بيحسبها وبالتالي بنتمنى أنه ضل في سبات بسعر الصرف حتى الأمور يعني تكون التقلبات عليه تقلبات أسعار عالمية ما تكون العلاقة بأمور داخلية الدليل على هذا التغيير تسجيل مؤشر الأسعار لشهر تموز 2023 251% مقارنة مع تموز 2022 وارتفاع بنسبة 6.8% عن حزيران الفائت